شكل الجدل الدائر حول حمل الأسلحة النارية في الولايات المتحدة والأضرار المحتملة لمشروع قطار المايا بالمكسيك أبرز موضوعين استأثر باهتمام الصحف الصادرة اليوم بأمريكا الشمالية وهكذا كتبت صحيفة وولستريت جونلن الرئيس الأمريكي يطمح إلى أن يتخذ الكونغرس المنقسم إجراءات ويقيد عملية حيازة الأسلحة النارية لا سيما بعد عمليتي إطلاق نار أودة بحياة العديد من الأشخاص وفي السياق التي كتبت بوليتيكو أن جو بايدن يعتقد أن هناك إدراكا بين صفوف الجمهوريين بأن البلاد لا يمكن أن تستمر في هذا المصار بعد أن قتل شخص مسلح 19 طفلا واثنين من المدرسين في مدرسة ابتدائية في تيكساس وفي المكسيك كتبت السول ديميخيكو أن رئيس المحكمة المحلية الأولى لولاية يوكاتان أصدر قرارا يقضي بوقف أشغال القسم الخامس من مشروع قطار المايا الشهير بسبب أضرار محتملة على النظام البيئي بالمنطقة المجاورة وأضحت اليومية أنه بعد جلسة استماع جرت في السابع وعشرين من مايو الجاري في القضية التي رفعتها جمعيات بيئية وثمتليات للسكان ضد الحكومة الفيدرالية قضت المحكمة بتوقيف أشغال هذا المشروع اشتركوا في القناة